حمداً لمن إلى جميع الخلق أرسل من قد اصطفى بالحق محمداً ورى الإله المرسلي من خصه بنوره المنزلي صلى عليه ربنا وسلم ما دامت الأرض وسقضها السماء أما بعد فالسلام عليكم جميعاً ورحمة الله تعالى وبركاته نجلس اليوم لنتحدث معكم في هذه الدقائق من هذا الشهر المبارك الذي تضاعف فيه الحسنات وتحط فيه السيئات وترفع فيه الدرجات هذا الشهر الذي جعله الله سبحانه وتعالى غرضاً زمانياً لكل أبواب الخير حيث ينادي المنادي يا باضي الخير أقبل ويا باضي الشر أقصر لا شك أن خير ما نتحدث عنه في أيام هذا الشهر هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه واليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن هديه صلى الله عليه وسلم في مجالسه الطيبة الطاهرة كيف كان جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كانت مجالسه وما لا يدور فيها وما هي هيئتها كان صلى الله عليه وسلم لا يجلس مجلساً فيه معصية الله تبارك وتعالى لا يجلس في مجلس يُعصى الله تبارك وتعالى به وهذا المبدأ الأساسي ينبضي أن ينطلق منه كل واحد منا ذي نفسه فلا يجوز لمؤمن أن يجلس مجلساً يُعصى الله جل وعلا به مهما كانت هذه المعصية فإذا شلست في مجلس أهله يأكلون الغيبة ينبضي أن تنهاهم وأن تغادرهم إذا لم ينتهوا إذا جلست في مجلس أهله يقومون بالهمز واللمز والكذب ينبضي أن تنهاهم وأن تغادر مجلسهم إذا جلست في مجلس ووجدت فيه نميمة وسمعت فيه كذباً وسمعت فيه ورأيت فيه لهواً وعبذاً ينبضي أن تغادر ذلك المجلس فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فما كان صلى الله عليه وسلم يجلس في مجلس عبذ ولا مجلس لهو ولا مجلس معصية لله تبارك وتعالى حاشاه من ذلك وقد عصمه الله سبحانه وتعالى من ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء إلى المجلس جلس في أقرب مكان إليه بمعنى أنه لا يتخطى رقاب الناس وبمعنى أنه لا يضايق أحداً في مجلسه وإنما يجلس في أقرب مكان إليه ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه يجلس كما يجلس الناس حتى إن الأعرابي ليدخل فيقول أيكم محمد ويكون محمد صلى الله عليه وسلم جالساً في المجلس لم يعرف الأعرابي لأنه كان يظن أن له هيئة في مجلسه ليست كهيئة أصحابه كان يجلس صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس كان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض فمن هديه صلى الله عليه وسلم التواضع في جلوسه حتى إنه مرة لما وضع طعام ودعا أصحابه أن يأكلوا وكان معهم أعرابي وكان الأعراب من عادتهم أن الواحد منهم كما يقال اليوم لا يسكت عن كلمته بمعنى أنه إذا لاحى شيئاً يبديه بالطريقة التي يرى أنه يبديه بها وقد لا يقصد بذلك إساءة جلس النبي صلى الله عليه وسلم على ركبته فقال له الأعرابي ما هذه الجلسة ما هذه الجلسة كأنه أراد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يجلس هذه الجلسة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد من عباد الله أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد والعبودية هنا عبودية لله تبارك وتعالى ونحن جميعاً ينبغي أن نجلس جلسة من علم علم اليقين أنه عبد لله جل وعلا لا لغيره وأنه يتواضع لله على أرضه لعل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه يدخل الأعرابي فيقول أيكم محمد يعني هذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التواضع وهذا ينبغي أن نطبقه اليوم في حياتنا مهما بلغت منزلة الواحد منا في الدنيا مهما بلغ علمه ومهما بلغ ورعه ومهما بلغ صيته ومهما بلغت منزلته وارتفاعها عند الناس فإنه لن يصل إلى عشر معشار عشر ما وصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن نتباهى في مجالسنا ولا ينبغي أن يترفع بعضنا على بعض في المجالس ولا ينبغي لكبير القوم ولا لمن أعطاه الناس قيمة أعطاه الله سبحانه وتعالى قيمة في قلوب الناس أن يحاول أن يثبت هذه القيمة بجلوسه في مكان خاص به بل ينبغي أن يجلس كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه دون أن تكون هناك أبهة ودون أن تكون هناك أمور له دون غيره فهذا هو ما ينبغي أن يكون عليه كل منا وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم من هديه صلى الله عليه وسلم في المجالس أيضا أنه يأمر بتوسعة المجلس فكان صلى الله عليه وسلم يطبق قول الله سبحانه وتعالى تفسح في المجلس فالمجلس كلما اتسع وكلما كثر جلوسه كلما كان أكثر بركة وكلما كان أكثر خيرا كذلك أيضا كان يجلس مع أصحابه حلقة بمعنى أنها حلقة دائرية وكان في الغالب صلى الله عليه وسلم يكون متجها إلى جهة القبلة وهذا أيضا ينبغي أن نحرص عليه إذا جلسنا أن نحاول أن يكون جلوسنا دائريا ومن من استطاع أن يكون هو من يتوجه إلى القبلة فليفعل ذلك وقد ذكر العلماء أن الاتجاه إلى القبلة التوجه إلى القبلة دائما والنظر إلى جهتها أنه مما ينور البصر مما يقوي البصر النظر دائما إلى اتجاه القبلة كما ذكر ذلك الشافعي رحمه الله تعالى وقد أورده عنه الغزالي في إحياء علوم الدين من هديه صلى الله عليه وسلم في المجالس أيضا أنه لا يترك أحدا يجلس وسط الحلقة بمعنى أنه إذا كان الناس جلوسا حلقة دائرية فلا ينبغي للإنسان أن يأتي ويجلس بينهم فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك الذي يجلس وسط الجماعة بمعنى أن تكون هناك جماعة وهذه الجماعة جلست جلوسا دائريا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يجلس في هذه الدائرة كذلك أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم في الجلوس أنه لا ينبغي أن تجلس في مجلس أحد فما كان صلى الله عليه وسلم يقبل أن يجلس في مجلس أحد ولا أن يجلس أحد في مجلس أحد بمعنى أنك إذا جئت لقوم وأراد بعضهم أن يقوم لك عن مجلسه من السنة أن لا تقبل أن تجلس في مجلسه أن لا تدعه يقوم لك من ذلك المجلس بل تتركه يبقى في مجلسه ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن من كان جالسا في مكان وذهب عنه ليعود إليه فهو أحق به من غيره فما يفعله بعض الناس ينظر إلى شخص في مكان من المجلس فإذا قام لقضاء حاجة ليرجع إلى مكانه فإذا بشخص قد جلس في مكانه من السنة ألا تجلس في مكان أحد لهب عنه ليعود إليه وهديه صلى الله عليه وسلم في المجالس كثير وخلاصة هذا الهدي أنه صلى الله عليه وسلم كريما في مجالسه وغض انبصره في مجالسه عفيف اللسان صلى الله عليه وسلم دائما وهكذا ينبضي أن نكون في مجالسنا وأخيرا وليس آخرا مجلسه صلى الله عليه وسلم دائما يختمه بذكر الله ولذلك ينبضي أن نختم مجالسنا بذكر الله تبارك وتعالى وخصوصا كفارة المجلس كفارة المجلس هذه التي تمحو كل ما تحدث به الإنسان من شر في ذلك المجلس ويختم بها على ما تحدث به من خير وهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر